أجرت وزارة الصحة والسكان فحوصاً طبية للكشف عن مرض الداران الكامن وذلك لسبع وعشرين ألفاً وستمائة وخمسة من مرضى الغسيل الكلوي وذلك في إطار خطة البرنامج القومي لمكافحة الداران منذ انطلاقه وحتى نهاية شهر يوليو الماضي أوضح المتحدث وزارة الصحة والسكان أنه تم الفحص وذلك باستخدام اختبار الكوانفيتريون في ثلاثمائة وثلاثة وعشرين مركزاً للغسيل الكلوي بمختلف محافظات الجمهورية لافتاً إلى اكتشاف خمسة ألاف وخمسمائة واثنتين وعشرين حالة إيجابية بنسبة عشرين في المئة من الحالات التي تم فحصها فيما تصل النسبة العالمية إلى ثلاثة وثلاثين في المئة